السلام عليكم لي شف جسبر تكونوا كامل في صحة جيدة معكم شف والد. رجعت لكم بوصفة بزف 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 سهلة وقيقة اقتصادية وحاجة اللي عجبتني بها فيها جي طرية وتشد لكم حتى عشرين يوم حتى خمسة وعشرين يوم تقعد لا فارس داخل طرية. مقروط اللوز هادا درت لكم بالكوكاو. محبيش نديرو باللوز. اني شوف الظروف تاع الميشة عم بنا بالنغلات شوية والناس من تقدرش عالي اللوز كامل درت لكم هادا الوصفة عم بالي برح تنجحوا ان شاء الله فيها وجيكم بزف بنينا. نقولوا بسم الله كيمارا كم تشوفوا معايا. حبيت نحضر حوالي عشرين حباتها مقروط اللوز بارك بنديرو بالكوكاو هادا المرة. كان يديرو الكوكاو وما ينجح لهمش تتبعوا معايا المقادر. هنا ينخد حوالي جي حباتها ولاد الجاج جي حباتها البيض كيمارا كم تشوفوا. لدي ملاعقة اكل تعمو ربا تلمش ماشي. بقون فيتورة الابريكو تالي بواتها ادك ادو ملاعقة اكل ديرو شرانين دير تنجح لكم وتدعو لي بالاخير. عندي كيلة غرباتها السكر الكيلة اللي بديتو بيها تكملوا بيها. دونك انا دي تدال البول تعال فلون يكون شوية كبير. ديت كيلة غرباتها السكر معا. دوت كيلة تونس كوكاوي يكون محمصه ومرحي. حمصته ودرته شاف الفور وبدأ كبرد لي بش رحيته رحيته رقيق ولا مواين كما حبيته اديت منه دوت كيلة تونس مع نصف كيلة تا نوات كوكو جوز الهند. ورحيتهم كيف كيف ودرتهم هنا في غي سيبيون نعود لكم زج كيلة ونص تعكاوكا ويكون مرحي مع نص كيلة تعنواة كوكو رحيتهم كيف كيف ودرتهم هنا في هذا الغي سيبيون رح يجيكم طعم بزاف 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 تبعوني خطوة بخطوة وأكيد هذا المقراط اللي ستجربه تقولوا لي نتيجة في كومنتر وعم بلي بلاح يعجبكم دون قلل لكم الكيلة اللي بديت بيها حسب تبيها الكوكاو حسب تبيها سكر دون قلل لكم ديت كيلة غربة تسكر الكيلة أنتو مصادفونش حبيتو حبيتو كاس حبيتو كاش بولتا شربا دون قلل تبدأوا به تكملوا به دون قلل غربة تسكر مع هذيك لفاني وخمس ملايق أكلتا مظهر هذي طريقة تختلف شوية لمدار ينديروها دير وشرا نندير أنا هكذا بدأوا بدايما بسكر ولفاني بشجد نكاثة لفاني هذيك هنا تجريها بزاف شاب وتمدلكم دوق ملاح زيدوا فوقه ملاعقة أكلتا مربة المشماش هذي مربة كونفيتو يغتاع لابريكو كيتجربوه تقولولي توما ما نقول لكم شانايا حتى تجربوه بش تقولولي هكذا نخلوها سيربريس نحلطو كامل مكوينة مع بعضها ونندير فوقهما دوجي حبتها ولاد الجاج ولاد الجاج مايكونوش كبار مايكونوش صغار يكونو متوسطين وزن نحبتها على البيت حوالي ستين غرام دون قدرت دوجي حبتها ولاد الجاج نخلط هذه الخالطة بملحتي وليلي شوية بيض هكذا غير بالفوي بارك ما نديروش بالباطر والعلالة سيجوستي دوبنا داك شوية تسكر ماشي بزاف أنا نخلط بالفوي هنا حوالي خمس دقايق نخلطها هكذا شوفوا الخالطة تبدل اللون تعوه هنا يا بعد كي نكمل قدرتنا ندرنا كلش لعضاني نبدأ نضيف الكوكاو التاعي وهذاك جوز الهند هنا نخلط بليل الخالطة تاعي كما لكم نشوفوا معي نبدأ نضيف هدك الكوكاو وجوز الهند اللي خلطناهم كيف كيف كما قلت لكم قلتش عشاك فان عاود قلنا ندر نزوش كيلة تونس تاع كوكاو مع نص كيلة تاع نوات كوكو رحيتهم كيف كيف وان ندير فيهم هنايا نبدأ نخلطها كدايا روحوا غرب لاقا ما ديروش أضافوا باش ما يغلبكمش الخالطة ميانايا وششفت باللي كتشوى سواسدي بان دوك الكوكاو اللي تشريوه إذا يشرب لكم بزاف إذا ما يشربش بزاف الكوكاو يكون بلاقشرة يكون منحيل لقشرة ويتباع باقي خمسة وخمسين الف الكيلو لا ما على باليش حال المهم فهدوك ريزان فيرو حاقدة باش تقدروا كامل ديرو هنتوما وأي واحد جامي ينجحلوا حلوة الكوكاو رح نعطي لكم السر تاع حلوة الكوكاو باش ننجح لكم ويجيكم نطريه وما تيبس لكم لكن كنت قادر ندير مغلوط اللوز باللوز يعني نشوف الناس كل واحد مشي كامل قادرين باش يشريو اللوز دونك ترك لكم هندو الوصفة جي بزاف برنا وتانيك عم بل بلحت عجبكم بل بزاف دونك هنا قاعدت ندغى بلأقل هدك جوز الهند دجا كدت لها نواة كوكاوكو لداخل مدفق وش قاعد لي كوكاو دوك مع الأخر كامل نهار تاكلوه الدوقوه قولوا لي بليك صح مترو ماركيو وش بللي فيه الكوكاو هنه يا كمية تايت الكوكاو كامل إذا شته شوية يابس مشي بزاف دوك هو مشي ما يبس ليش نورمال مورة يعني ريقلو فوسمهم في ليز انجريديان مي هنه يشته شغل مشي مع الليك ملح ملح شوفوا هنا يا دقيقة برك نوري لكم لقيتو بلليك ما زالوا يتفتح لي دوك وش معندها زيت له حوالي خمس ملاعق أكل تامازار ولا أربع ملاعق أكل تامازار دونك صا ديبون دو كنتو ما ديرو غير بلعق المع الأول وشوفوا هكذا درتو خلطو شت إذا سبتو ما زال لناشفلي شوية نزيد له شوية تامازار مشي بزاف قلتلكم ماكسيما مربع ملاعق حتى خمس ملاعق أكل تامازار ما تزيدوش بزافش من جيكم شطريطريطريطري ظالا خلطت بيه هنا كي ما لكم شوفوا شت الخالة تعيز تسيتو شت إذا سبتو ما زال لاقص شوية تامازار نزيد له شوية تامازار ما قد بشي جيني ملاح هنا الخالة التائرة هو وجد نحخد علبة قلتلكم مزج بزاف أنا المزهر زيت حوالي ثلث ملاعق حتى ربع ملاعق أكل تامازار مايهم شدادة ربعة ولا خمسة ولا ثلاثة المهمة الدباسي وش خمس ملاعق أكل تامازار هذا إذا شتوه طريا مشي طريا هذا ما كان ذو كما شغل جي كمت القلب اللوس هنا كما نحبط فيه شغل جي تقيلة كمتها قلب اللوس كما نجحتو في القلب اللوس ستنجحو في مقروض اللوس برك هدي المرة بالكاوكاو عم بلي بلي كي تسيي وهر هيجبكم ذو كناخد علبة تبعوني ملاح نيطاليه بيان في العلبة تكون علبة تابلاستيك ما ديروش في كيس بلاستيك يديروها في علبة تابلاستيك أغلقوها وخلوه يباتلكم ليلة كاملة في التلاجة هدي خطوة مهمة بزاف إذا ما خليتوش جازت 24 ساعة عليه في التلاجة غير ما كلها تديرو هذه الوصفة هكذا بش نصارحكم نكون صارح معكم مئة بالمئة ذو كنا نغلق لابوات تايي نخليها تباتلي 24 ساعة ذو كنا نهنا يراهي 8 تعليل غدا نصلى على 8 تعليل نعود نرجع معكم نشوفو فاش نكملو الوصفة بعد مجلسة 24 ساعة كما راكم جوفو الخالي تايي راهو واجد هنا يشوفو كين مسودش راحكم اللي يروحو راهو وشرب لي علش ندير 24 ساعة في التلاجة هكذا بش يبتاع ويجيكم مليح ويجيكم هدى كمقروط اللوزتاكم معسل الداخل وطريب بزاف وشدلكم مدة بزاف طويلة دونك تقدروا حتى تتبيته يومين في التلاجة ماليشا دونك توم انا قدمت تبيته خيرا انا بش نمنطي الفيديو وشتوفوها معايا هنا درتو 24 ساعة برك في التلاجة عدمها كان دي خطوة مهمة بزاف قلتلكم هنا بعد مجلسة 24 ساعة نحكم حبتها ليمون كما راكم تشوفو قلنا هنا كما راكم تشوفو معايا درت مبشورة حبة ليمون لازم تكون حبة ليمون خيضة خضرة وصفرة المهم ديروها كامل بش يجيكم الدوق التعوم ليح كان بزاف اللي يدير مالي ومبشور ليمون يخليه بات ولا يخليه ساعة يزوج لا لا جو بريفر حتي باتلي غدوة من ذاك بش ندير مبشورة حبة ليمون كما راكم تشوفو معايا ونعجن هذيك لافارس تعيبين شوفو ديجا لافارسة هي حكماروحها جاتني بزاف ملاحة مضيفة لاحتى إضافات مشي كتشوفوها قد تحديدو لها المظهر ولا لا لا أو كنترار راهي شربتلكم كامل هذيك البنة على السكر و هذيك البنة على المظهر و هذيك المعجون اللي يدرنها مداخل هكذا تشغل جي لافارس بزاف ملاحة دو كان هناك لافارس تعيي راهي و اجدا و ايش ندير بشوية فارينة بش متلسقل بنياتي و نوزنها و ازنتها حوالي كيلو انا كيلو و ازنت لافارس تعيي و اصبتها كيلو قسمت 500 قرام في جيهة و 500 قرام في جيهة نوضع هذيك 500 قرام في جيهة كما راكم تشوفو و الاخرى نبدأ ندير رشت الفارينة هكذا هذي خطوة بزاف ملاحة هذي خطوة بزاف ملاحة و نحل حربوشتي هكذا طويل انا المهم كما كم تشوفو 500 قرام فيه الحربوشة يجوني فيه حوالي 10 حبات هكذا بش يكون على بالكم هذيك الحربوش ما تحلهش رقيق و ما تحلهش خشين دو يكون مواين مخشين مرقيق دو شوفوا الصورة هنا كمارا كم تشوفو كيفاش تجيبوه كامل كيفاش تديرو جيهة رقيقة و جيهة خشينة ديجا هو يتفتح لكم فاصل ما يتفتح ما يتشقق موالو دو كنا بدا هنا ينقطاف الحربوشة الحبات التعي ما تروحوش قبالة و ما تدوروش بزاف شوفو هنا اياني تراسيت بار كده ما كان بشي قلت لكم جونيه حوالي 10 حبات دوكتو معنط شوفو ما تديروش لموس قبالة و ما تدوروش بزاف شوفو روحو نورمال بش المقروض الوستعكم ما يجيش في هذيك الابوانت تحتها كامل هكذا تبعوني مليح شوفو نقسم لكم حبات و ما تبعوني شوفو ايضا و حبتو شوفو ما جاتنيش هذيك الابوانت تحتها كامل بشي بدا كنتيبوها في الفرد التحرق قلت لكم الموس ما تديروش قبالة و ما تديروش انكليني بزاف شغول زاوية خمسة ورش شوفو كونتحو قبالة 90 دراجة لو كان دوروه بزاف طوح 80 دراجة الموس دوروه حوالي 45 دراجة هذا ما كان شغول دوروش 90 دراجة يكون قبالة و ما تدوروش بزاف شغول دوروه حوالي 45 دراجة هنالا هنالا كيما راكم شوفو قسمة الحبت التاعية كامل نحكم كوبات ولا وش كانت عندكم ونسي كيفاش نسقم هاداك شغول هكذا فالا شوفو نسقم الحبت شوفو ايضا تشابه وتانيك طلعتلي في الوسط شغول ما قاعدتش حبتها بزاف هكذا شوفو بزاف سهل هذي طريقة شوفو هنا الحبتتاعي راهي و عشدة اه الشكل ديالها جاب شباب الشكل تعم قروط اللوز كيما راكم تشوفو و حاجة بسيطة مكاش حاجة اسهل كيما هاداك نزيد لكم حبه تانية تشوفوها معايا وكمل والاسويت وحدكم دوك اهنا مشي لازم باش منطولش عليكم و تانيك باش هكذا تشوفو الصورة باش تفاهموني ملاح نحكم لي قطخ قوتي هكذا ننسي نسقم هم بيام الكوبات والا ما جتلا بوينت بزاف طويلة هكذا ملاحة هكذا ملاحة مقروط اللوزتاعي راهو متحوف نكمل حبه تاعي كامل هكذا من نفس طريقة ونزل نحل الحربوش تاني ونكمل كيما درت له وندر تاني بعد ما كملت انا مقروط اللوزتاعي شكلته كامل كيما راكم نجوفو نحكم بلاتو ندير له بابي كويسان ولازم نرش الفارينة من تحتها لازم ترشو الفارينة هو ما يطيبش مقروط اللوز بلا فارينة وحد ما يكذب عليكم لازم ديروا بابي كويسان ديروا رشوه بالفارينة ملح سي ورشوه بالفارينة وبدأوا ديروا في الحبات تاعكم هنما لازم يتنفخ بزاف سيقعد هو هو دوكنا اطيب لكم الاستيوس بتاع الطياب بتاعه كان يحرقوا كان يطيبوا بزاف من تحتها هي لا لا وشنو فيه غر الولاد الذاجبر كداما كان شغل فيه غر البيت الوفات يطيب لنا البيت نحيوه ماشي يأزم طيبوه بزاف ولا يتشقق لكم الموهم دوك نقول لكم كيفش نكمل الطياب بتاعه انا نكمل حربوش تاني ودوكنا هدو عدا درجة لحرارة الفورن تاعي كيفش نديره دوك نحيكمل حربوش تاني نكملو بنفس طريقة اللي يرتبيها الحربوش اللوين نفتحو الحربوش مرمال ويدلي عشر حبات كيمدد لي عشر حبات اللولاني دوك نسي ينسرع شوية على فيديو حاك داية باش ما تملوش مع فيديو ومامطن تفهموني كامل نفسكم حفوها دوك نسي ينسرع مرمال الشاكو حيث تحلق الحربوش بعد ما كملت حلق الحربوش تاني نحكم حبها من الحبات الآولين اللي درتهم في الحربج يوضح يجيوكم كامل على الحبه ونضراسي عليها نحكمها من فوق ونضراسيها وط Beginning هذي manner Wan sypho sew ball tum نقسمه كامل ونحكم بالكوبات ونسقم الحبة تاي كيف أسقمت الوشت وكيف أشدرت الحربوش الأول الحربوش الثاني كيف كيف نديره بنفس طريقة هاقده ظالة ننسي نظل على هذك من الأطراف ونكمله بنفس طريقة ولا أول مرة تشوفوا القانة تاي عمري بلاحي تعجبكم القانة تاي بلا بزاف فيها واصفات بزاف منها حلوية لأيد مرحش ندير بزاف يا ربي حنديرت لثلاثة والأربعة الماكسيمة حكذا بش ما عندي شوية الوقت بزاف شغل كالتالموني يخدم ما نقدرش ندير لكم مواصبة تسمحوني بالبزاف مي وصفة رمضاني ندرت لكم بزاف وصفة مريحة عم بلا بلاحي تعجبكم وإن شاء الله تسيوا هذي طريقة وتقولولي أنا كملت هنا يقدرته كامل مقروض تاعي للوز وخليتوا ارتحلي في دارة شحارة الغرفتين حوالي نص ساعة ينشف دارة شحارة الغرفة ما طيبوش ديارك خلوه ينشف بعد كي ينشف ندرته في الفور دوك هنا خليتوا نشفه من منه وطيبته في الفور نهدلكم على الفور طيبتوا على مي وستين دارة شحارة حوالي أربع ساعة ما طيبوش بزاف نتوما المهم طلعت البلاتو تايل فوقها كامل وخليتوا طيب لي كيشتو تحمر لي غير شوية من تحتها ما تخلوش يحمر بزاف هذا هو السر تاعو إذا حمر لكم بزاف من تحتها ما رحش ينجح لكم يجيكم يابس نتوما الماكسيموم طيبوه في نربع ساعة عشرين دقيقة ماكسيمومه على مي وستين دارة طلعت البلاتو تايل فوقها وشعلت له من تحت أبرك وطيبته ونحيته هنا بد ما نحيته وخليته برد لي مليح لازم يبرد بيان حكمت سكري غلاس لها سكري غلاس ديته شوية طالفاني باكيته سكري غلاس سكرتو كامل هنا يغربلتو ودرتو لداخل هدك هنا يلبول الأخر وش فيه ديت مزهر شوية طالمزهر حوالي قلو كاستا مزهر ديت له حوالي جمالا أكل تاعة سكر ناعم كما رأيكم تشوفو وغطستوه هنا يكين بزاف تاني هدا السر تاني ليغطس مقروط اللوز الداخل ويخليه الداخل يقعد يعوم لا لا غطسوه بركا كداش اللوفات كتشمخو حوالي خمسة ثواني ستتواني دخل هداك المزهر والسكري غلاس نحيوه ونشفوه في البابي ورمدوه في سكري غلاس هذه هي الطريقة الصحيحة على تسكار والتسكار يشد لكم ملح وما يجيكم بزاف للمشي يشمخوه الداخل حتى يجيهم طريقة ما كاش قاع منها دو كنتو ما شمخوه غير هدا بلاقل ماشي بزاف ما ما تطولوش كتشمخوه ونشفوه في البابي ودعوه داخل سكري غلاس دوك ما كاش طريقة أبسط كما هدا خلوه داخل سكري غلاس يريحاولي خمسة دقايق حتى ستتقايق غطيبوها بيانا كده كنتو نرمد با قولو كنتو نديرها بربع حبات كنا حي ربعان زي ندير ربعا كده بيش يتسكر ملح وثاني كي يجيكم بيانا هنا يا بج مدزولي 8 دقايق داخل سكري غلاس كان داخل سكري غلاس خليتو الداخل نحكم الحبات تاعي وننحيل هادا كليك سيتع سكري غلاس كي ما راكم تشوفو في السورة سي وهنا يا تقنوا الحبات تاعكم ما ديكم شهر بش ديكم بتقونا وصيبون تسكيرا وحدا تكفيكم بعدا هنا يا شوفو نحكم با نوري لكم حاجة ما تحكموش با شغل بالأصابع تاعكم لا لا أحكمو بلا بوم دوما بلا بوم تاع اليد تاعكم شغل بهادي ونحيو الليكسي تاع السكري غلاس هنا يا الحبات تاعي راهي واجدا نحكم غيل ولا وش كانت عندكم الموهم ما ديروش تبسي لتحته بشي قعد مهوي بشي تخلو لهوامل تحته لو كنديرو في تبسي رحي قعد يتمق من تحته ويجيكم يابس سي يديرو هنا سفيوه شغل خليوه هكدا ديرو بيدكم ملح وديروه في كاش غريل ولا كانت عندكم حاجة الموهم هكدا هاديك تعرفوا الولا كانت عندكم هاديك ريط لي فوقها وديروه فوق هكدا بشي تخلو لهوامل تحته ويجيكم بيا نكمل السكر الحبات تاعي كامل كيماراكم توفو ونشوفو كفاش نكملو الطريق مقروط اللوستاعي سكرته كامل دخل دخل مظهر ونشفت بالبابي ودرته داخل سيكوري غلاس نحكم سفاية ونضي لها شوية سيكوري غلاس ونسييني كيفاش نديرو من فوق هكدا كامل وشتيني لحبه متقونه ما تكترش بزاف ومقروط اللوستاعكم راهو واجد طريقة بزاف بسيطة وحاجة اللي عجبتني فيه يشدلكم وده بزاف طويلة ويقعد طريق من الداخل دوك شوفوا معي في طبق تقديم وعلى مقروط اللوستاعي راهو واجد هنا كما راكم تشوفو حبه الحبه راهي بزاف شابه نقسم لكم حبه شوفوا شح الجطري شوفوا الموس كيفاش تخل شوفوا الطهلاوه كيفاش جات لازم نجربوه كامل انا حبكم كامل جربوه هذا مقروط اللوست بالكوكو وصفة غير مكلفة وتقدروا كامل الديره وتشاء الله تدعوني بالخير خلووا لي تحليقات تعكم ونقول لكم راح نتلاقاه في وصفة اخرى ان شاء الله اطهد الله بالزفر وحديكم وسلام اشتركوا في القناة